اشتركوا في القناة تكون مؤشر جيد للفايز انه بيحصل على دفعة معنوية قوية لمواصلة الانتصارات الفترة المقبلة من الموسم الخالي سواء على الصعيد المحلي او الافريقي الاهلي اتأهل لربع نهائي دوري ابطال افريقيا تأهل الزمالك لربع نهائي بطولة الكنفدرالية حبينا ان التغطية دي تكون معلوماتية شوية لحضراتكم عن التشكيلات المتوقعة الغيابات طائم التحكيم وكل ما يتعلق بالقمة اللي بنتمنى نشوفها في ابها صورة ان شاء الله خلونا نبدأ بالتحكيم بيقود المباراة تحكيميا الحكم البرازيلي اندرسن دارونكو حكم ساحة معا مساعد اول نيوزا ايناس باك مساعد تاني فابريني بيفلانكو حكم رابع رودريجو بيريرا بالاضافة لحكمين فار رئيسي ومساعد ومراقب حكام برتغالي وهو فيتور بييرا دي كانت اول حاجة وهي متعلقة بالجزء التحكيمي نروح بعدها لقيمة الفريقين قيمة النادي الاهلي اللي سفرت بالفعل للقمة فيها في حراسة المرمة مصطفى شبير محمود الزنفولي حمزة علي خط الدفاع كان فيه محمد هاني عمر كمال اكرم توفيق رامي ربيعة حمد عبد المنعم علي معلول خالد عبد الفتاح خط الوسط سافر عمر السلية مروان عطية احمد كوكا محمد افشا امام عشور وكريم ندد خط الهجوم كان فيه كريم فؤاد حسين الشحات رضا سلين طاهر محمد بيرسيتاو محمود كهربا ومودست كولر المدرب السويسري للنادي الاهلي استبعد من القيمة وسام ابو علي بعد خضوره لاختبارات طبية وينضم الغائبين مع محمد الشلناوي وآليو ديانج وياسر ابراهيم للإصابة كمان احمد عبدالقادر كريستو لعدم الجاهزية الفنية ومحمود متولي وكريم الدبيس لأسباب فنية لو رحنا على قيمة الزمالك اللي سفرت بالفعل للقمة الزمالك كان في القمة حراسة المرمة محمد عواد ومحمد صفحي ومعاز علاء الدين خط الدفاع كان فيه حمزة المسلوسي عمر جابر محمود علاء حسام عبد المجيد مصطفى الزناري أحمد فتوح سيد عبدالله نيمار خط الوسط فيه نبيل عماد دونجا أحمد أشرا فروقة محمد شحاتة أحمد حمدي ناصر ماهر عبدالله السعيد أحمد مصطفى زيزو محمود عبد الرازي الشكبالة مصطفى شربي ويوسف أوباما أما خط الهجوم فكان فيه سيد أو سيف الدين الجزيري ناصر منسي وسامسون أكينولا بيغيب عن الزمالك أحمد حمدي الوينش محمد عبدالشافي إبراهيم نداي دول للإصابة بيغيب كمان ياسر حمد ومهاب ياسر محمد عاطف وترافز متيبة وسيف فاروق جعفر وزياد كمال دول لأسباب فنية الجزئية الأهم وهي التشكيلات المتوقعة للمباراة خلونا نبدأ بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جزيج جامز فمن المتوقع البدء في حراسة المرمى في نادي الزمالك النهاردة إن شاء الله في القمة ما بين الأهلي والزمالك بمحمد عواد في حراسة المرمى خط الدفاع هيكون في حمزة المسلوسي حسام عبد المجيد عمر جابر وأحمد فتوح خط الوسط من المتوقع هلعب فيه نبيل عماد دونجا عبدالله السعيد معاه أحمد سيد زيزو ومصطفى شربي وخط الهجوم هيكون فيه يوسف أوباما وناصر منسي أما عن التشكيل المتوقع للنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر فمتوقع إن هو هيبدأ بمصطفى شغير في حراسة المرمى داموا محمد هاني ورمي ربيعة حمد عبد المنعم وعلي معلول دول هيكونوا في خط الدفاع وقدامهم مروان عطية إمام عشور وعمر السلية هيكونوا في خط الوسط أما في الهجوم هيكون فيه بيرسيتاو وحسين الشحات وانتوني مودست في الهجوم أخيرا نختم مع حضراتكم بكام معلومة حابينا بس نتفكر حضراتكم بيهم إن الأهلي توج باللقب لقب كاس مصر 38 مرة مقابل 28 مرة لنادي الزامري الأهلي هو حامل لقب كاس مصر في النسخة الأخيرة وكانت على حساب نادي بيرامدز الأهلي فاز على زمالك 4-1 في آخر قمة جمع بين القطبين في الدوري الموسم الماضي شيكابالا وعلي معلول وعبدالله السعيد وزيزو هم هدافي الجيل الحالي للقمة برصيد أربع أهداف لكل واحد كولر حقق الفوز ثلاث مرات على نادي الزامالك بينما دي المواجهة الأولى لجامز مع الزامالك في مواجهات القمة كل التوفيق لقطبي الكرة المصرية الأهلي والزامالك أو الزامالك والأهلي والكرة المصرية بصفة عامة النهاردة في النهاء المرتقب لكاس مصر الليلة إن شاء الله الساعة 7 ونص على ملعب الأول بارد في مدينة الرياض بالعاصمة السعودية المباراة بالمزاعة إن شاء الله على قناة On Time Sport وقناة MBC مصر مزاعة على On Time Sport وعلى قناة MBC مصر فقط إن شاء الله احنا مستمرين على مدار اليوم في تغطية كل ما يتعلق بالقمة المرتقبة مع حضراتكم شكرا جزيلا على المتابعة وإلى اللقاء شكرا جزيلا على المتابعة